أحبا بيك إسليم فرحانين بعودة سيريذا نحبه برشا ذيك وإن شاء الله تتكنم بجدك ولا تفدلك لا والله والله يا سيريذا والله تحلف حتى أنا نحبك والله نحبك يا سيريذا والله خصمم بالله والله يحكي بجد ريت سيريذا نديمة لومني الحمد لله سيري سيبروك يعني أخوي نتمطعوا قاعدين ثلاثة أيامة ذوما نشوفوا في الأعليم أخوي تبركلم عن الشي حاج عملتونا لكيف لحقيقة جمعة ذي أنا بها تسليم لحبا اليوم كي نحكي ونسمعوا كلية بعض الدنيا على سامي هلال على الليستمتع المنتخب على برشا حاجات اليوم كي نحكي وراو مضابينة اليوم اللي أهم رو المنتخب وتروح مدى غشقر واليوم الحقيقة اليوم ما شفتوش قويس ياقوبي بشو دخل التاريخ متاع تونس على باركم ولا اليوم كي نشوف الليستمتع المنتخب راجعت الثيقة في الملعبية التوانسة واحنا عشناها في الظروف هذيك كم لعبية تعطي رندما ولا ما تعطيش ديمة المواطنين إذا نحكيه بعضا على المنتخب شو تحب تقول مراوينة؟ بيه اليوم الحقيقة ما وجيت الفرصة السلام ما كنتش معاكم حاضر؟ ليه كنت 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 حاضر؟ باعد الليستم ما كنتش حاضر معاكم؟ إخي سلام إخي الشعب واعي ولا موش واعي؟ بشنو؟ خاتر اليوم؟ ليه ليه موش ما فهم حاجات وهي اهم أنا أقول الشجاعة متع قيصر ياقوب يركبش تدخل التاريخ تونس اليوم راو فهمها ملعبية والتي تتجي من البلد يصير كل راو مليكي بيتر كل ممكن قيصر ياقوب يحلل برشة ببين واليوم كي نسمع في دارك ولا مش في دارك ممكن النيا متع قيصر ياقوب يقول لك والأم ويامن يعرف راي بلوغ تركوه كما نقوله ويعرف الأجواء المنتخب خلي منتخب سحكيو عليه بعد مصلحيو بعد على منتخب خلي في الأقل من فهم حاجات ياسليم نحكيو اللوجيك حتى الشعب خلي فيك اليوم راو نسمعني اليوم احنا طوي في تشبيب المنتخب حتى على سيميلين ونقدمله تحية مالوين مصلحيو بعد على منتخب ما فهم حاجات الحقيقة يا اسي كميل مو خليم بعد خليم بعد بار أخوي تحبوا خليوني بعض تعطيوني الفرصة خلحيو مصلحة تونس نحكيو مصلحة تونس خليلي مبعد خليل تناكيو نبدأ نتابع كوندكتور ما وعنا كوندكتور نمشيو به وفهم أحداث سارة طاوة طاوة نحكيو عليها من اللول وبعد نشو المنتخب مسيال شكوية خد راوتك مسيال عم عطيني الفرصة نبعد ما نحكيو فيه مدرب التراجل يريا تونسي روماني ريقي كامب أعمل منذ قليل نقطة صحفية في الحديقة بي تحدث فيها على برشة مواضيع اللي شد انتباهي في كلامه اليوم قال ما كنتي سيري ذا قال جيت للتراجل للفوز بالأقاب لنملك كل ما نحتاجه في الفترة الحالية في الفريق عندي لاعبين مميزين عندي يمكن من أحسن الفرق في أفريقيا جيت الفوز خاصة بداري أبطال أفريقيا والقصري قال قاعد يعاوم فيه برشة في المهمة بتاعه ديجي عليه أولا الساعة نحب نقول بكل صراحة نحكي على أنسان نعرفه ديجي كامب عشت معاه في وقته في دولة الإمارات عمل العمين مع نادي الوحدة إلا رمبورته دو تيتر أخذ نادي الوصل في وضع سيء جدا وطلع الفريق المستوي يقول لك وقته يبدأ يلعب الفريق ما يقول لك شكونو الانترنار نجيج الانترنار معناتها من الردمن متاع الإكيب عندما يكون الساعة هذا مدرب مدرب بصراحة يلعب لوفنسيف سيفري من حقه يبدأ في بعض الاحيان في بعض المباريات وأنه لأنه كرة القدم هو فلسفة هذه بعض الناس ما مش مستعرفين بها مع كل الاحترام إليهم وأنه كرة القدم فيها كرة القدم يجبني ندافع على روحي باش نخرج بثلاثة نقاط متاعي أنا أقول مبروك على الترجل رياضي في الوقت الحاضر كتر أنا نحكي على إنسان نعرفه معناتها نعرف خدمت وموت معنديج معنديش بي علاقة بدكش الناس يسمعوني يسخيلوا صاحب ينحضوا مبعا لا أنا نحكي على إنسان على الخدمة متاعه اللي شفتها بندان كاتر و سنكان في الإمارات السيد هدايا إلا فيه دوبوري جلتها معنا جمعية هدا شنخونا هذات الشخصية وحياته الخاصة اللي برشة ناس دخلت فيها وهذا يا معنتها أنا نشوفها بصراحة بكل احترامي كل واحد عنده رأيه ما أنا جبدوش إنسان ناس وهذا ضربته وعطته طريحة أنا كنترا متاعي مع الإسبرانس كنترا الإسبرانس مع ريجي كامب الانترنار موش مع مرتو إذن هالحكايات هذية ماذا بينا بقوا في فيسبوك تجبدو بقوا فيما ناس تأثرة يا أخوية تقول لي فيسبوك يا أخي فيسبوك ما يوصلوش لي ما هو يحكيه لذلك عنده مترجم يحكيه ما نحبوش ندخلو في المتاهيات هذية أحنا نقولو مبروك رأوا بولو بيان دي فوتبول تونيديا ما نحكي بارك على الإسبرانس وقت الإنسان يجيني كما تواف ما نطرنا نتعلكل بأفريقا خاعد يعطي في نتايج أو سيامن قاعد يعطي في نتايج في بيجة ونحطيوه حق المدرب إذن شو نقول أنا فما حاجك هي هي مهمة أكثر من رجي كامب الملعبية الملعبية اللي لاحظتوا شوية في الماتشوات في المتاح الإسبرانس هو أنه في شوية تكبر وكأنه الإسبرانس وحده تلعب في الترى لا يا أخوية فملعبية معاينين أكثرهم سان سيتي دينو بصراحة بكل صراحة كل تخدم مثل ماش ماتش مربوح بالمسبق تدوى دوني أمورتونسة طو ماتش تدوى رسبكتي الأدفرسير يزمك تعطي أنت ما عندك موش على خطر أنت يسمك إسبرانس ولا أخو اسمه يزمني إدراس نا تفوى حتى حتى الجيس التكنيك دو سرتان جوور في الإسبرانس بيتكبر خلينا نقولها مثلا يوسف البليلي سيتان تايجنو جوور أنا جبتك باش تلعب بكل كوتيجو وش هداك في الكلوار فتولي لي أنت تمشي حتى لمماش باش تأخذ الكورة وتولي أنت الورجانيزاتور كيف؟ أنا بصراحة أنا أعطي رأي ماذا ماذا ديسيبلين ديجوه؟ الماتش الاخر كان بيه يوسف البليلي ممكن 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 مع القصري ممكن خطر عده لماذا لانتنار بركز أخو اسلام وهذا ينزب الناس كل تعرفها الانتنار يخدم من الجامعة كاملة لماذا يربح الماتش متاعه؟ بالمدعبية يبقى ما نقول لنا في الانتنار يجب أن يكون بعض الورجانيزة في التران ويجعل الورجانيزة على المدعب ونقول نتمنى ولو التوفيق كوتش يا منزلفاني خلنا أخو رأيك فيه المدرب هذي يتلئم مع تراجل رأي تونسي حكينا فيه بانقبال لكن خلنا هني همني رأيك أنتي زاد هو دي كامب كما قال في الورجانيزة في الورجانيزة نتبع ياسر في البطولة الإماراتية وقد كنت تحل مع تفل في بوضبيا ويجعتني مع تفرصة اللي مش نلعب بشي باركوبين من الريخ والهلال الغديكة وواصل دعونا نادي الوصل واختش هذا الوصل وتفرجت مع تفرصة مش نتفرج في ليزون ترامو اسلام أم أبار لي هو مع تي تي ثري أبار لي هو مع تا يلعب الجو أوفنسيف تعرف نادي الوصل اللي يعرف اللي فما كايو معتا ستار مش مش البلايلي معتا كايو قبل ما يجيه هو كايو مش يلعب فريستايل وحده فهمتك معه هو يعرفت أقلم عن نجوم هو معتا كما نقولوا فيها حابينو نكره احنا يوسف البلايلي معتا نجم في التارجيرات التونسي وفما برشا نجوم في التارجيرات التونسي سمحني اخوي اسلام خرق التصويره بارح البارح يظل ام يضحكوا متعمقين مع بعض ميوسف البلادي وريجي كامب ام توا كلام سي يامن صحيح ام دونك اذي اللي شدتني ماتا في الزنترامون وقتا ما عملنا دو زنترامون ما تفرجت فيه با حبيت والكرات ماتا كمبيتانس وفي وصورتو في دول الخليج وصورتو في الامارات اه الانترنورو ميسبروش علي برشة مم يرين يدو غران كلوب ماتا الوصل والوحدة ماتا سبا دوازار وحتى الفلوس اللي ياخد فيها ماتا برشة فلوس ماتا في الوحدة وفي الوصل وصبروا علي واخذية ومش صبروا علي بقى ماتا في الاخر بكل اخذية اللي ماتا ليتيتر في الاسبرانس محتاجين ماتا مدرب اللي هو ماتا تيتري اللي مدرب اللي هو زيد حاجة وعدة اخرى منه وش كبير في الامار ماتا 47 عامر ايه 47 عامر اه يفهم العقلية متاع متاع الجون جوور متاع الجون شوور شوفروني تيتري اه كما قال التوسية اللي اه عنا دوز انترنور ماتا توما في الوقت الحالي مثلا يقدموا إضافة فنية للكرة القادمة التونسية بين توني وريقي كامب بزيدة تطلع النبو مع الزيكيب اللي طلعين نتوه مثلا نتصور مثلا الكرة قاعدة مثلا تتطور شوية وشرتو مثلا الاسبيرانس والكلوب افريكان محتاجين مثلا نطلع في النبو متاع الفوتبول كامير بالخليل يبدو أنه معامل برش على اسكندر القصري حتى متصريحات متاعه يقول القاعدة يساعد فيه بشنا رفكس في القلوب طبيعي جدا وهذا الفكر الصحيح متاع المدرب كما كانوا يحكيه وطالو خيانه ما يعرفه أكثر منه لكن هذا دليل على أنه إنسان ذكي معندها مجيش بك عقلية القطيعة معندها ننقص ما علي كان قبلي هو يعرف مليح اسكندر القصري ولد تراجي رياضي ويعرف أجواء تراجي رياضي وحتى من ناحية نفسية نجمعا ونبشيفهم كل ملاعبي تعرف انتوما دربتو تعرفو تمام لعبية معندها في مخاخهم وفي نفسياتهم يلزم تمام طريقة في تعامل معه فأعتقد انه اختيار صعب منه ونخلي معندها اسكندر القصري ويعمل عليه وزيد كاسكندر في حد ذاته كفائرة ومعندها راجل معندها عامل لبروف متاعه ودونك اسكندر بش يضيف للمدرب هذيه فأعتقد انه اسكندر بش يضيف للمدرب في العمل سيطور في البريود هذيه معنى التحريرات مالوين واضح الراجل في تصريحاته عارف الهدف الاول اللي يجي عليه هو الشامبيونز ليك اكيد اسلام راو المدرب اليوم بش يجي يريني تراجي ذولي فهمه دي زيوبجيكتيف بش يجي يخدم عليهم وهو ذولي مدرب على حسب اللي نعرف اللي كونه مستهنس بالالقاب ورباح ويرعب على الالقاب متبقى اسلام راو ماشي ذا المشكل راوه اليوم راوه عامل الميدان هو اللي بش يحكمه المدرب يناجم يكون كي جوار ناجم جوار اليوم تجيبوا باسمه ملابي وهدف وكل شاي ميت ماشياش اليوم في الشامبيونات بتاع تونس واللي نعرف واك شفت معنى كاردوزو مكنش عنده سيفي باي وصل فينا للشامبيونز ليغ هذل التراجي لكوب دو مونت ما كنتش معنى تستخيل كاردوزو بش يعمل نتاق جديك المدرب اذيه يناجم اليوم اخي مدرب اذيه عارف لي عنا تيران في مجاز البيب كيفية يعرف تيرانات متاعنا كيفية اله احنا عنا راتس بركة وهنا حايرين فيه اربع جمعيات معطا في بيلو بالوظائيه متاع الشامبيونات بتاع تونس واسكو اللي فيكتيف حاشتوا بيه كيماذاك ونا اللي نعرف ونحنا اليوم الناس كل تحكي عالظاهرين في التراجي عالم لعبية اسكو هو اليوم عاجبوا اللي فيكتيف معطا متناجموش تحكموا عليه منتاوه قال لي كيفيكتيف محترم جدا طوام ويقول محترم وبعدك يعرف الحقيقة يعرف موالي في ديسان بريخام في ريكوت مونيت شنوه كيفيكتيف تهاجي متواضع معناه؟ اخي بيانسور اكشفت معتا فهم حاجات في النقص معتا سواء في الدفاع ولا في الهدار بيانسور اخي انتروني اللي نجيب لي فيكتيف تحبني ناس بيه القابك يبدأ ليش مقتنع بيه اليوم في السيانس هي مقتنعوه؟ هي مقتنعا طلوان طلوان طلو في الايام اتتتتت تثبت هذا معناتا فهمتا ممكن ممكن مناش مشلحكو عن الانتروني تخليه يخدم على روحو وبعدك نشوفوا ونتاقج وكيفاش تبدلت الكيب وكيفاش تتكاور الافرنسيف وبعدك نشوفوا وبعدك يثبت في الملاعب تكون معنكورة تنسي نحن نسح للموضوع اليوم. يامن الزلفاني, صحيح جدل اثرته في اليومين المتحدثين بمغادرتك الأولمبي البيجي. ونحن نصنع سنداج حتى يكون في بارك على الباجنة في يوتيوب في اللايفستريمينيغ هالأصاب يامن الزلفاني بمغادرته الأولمبي البيجي والالتحاق لبطول العراقي. حتى يلتوه تقريباً 58% عام أصابه و42% لم يأصاب. دعني أخراك. شنو اللي سال برشا كلام تقالية من خلص مع منك انت يا مريح حتى ما نسألك لبعض ندخل في التفاصيل صون تابو ماتا بش نحكي معك ديريكت امو ندخل في الموضوع ديريكت فمتا ماتا هنا كنت معاكم هنا جاني ماتا اتصال كنت جاي فاكنس ماتا هنا في تونس القامتي ماتا في دبي جاتي ماتا الولايب البيجي ماتا طلبني قلت بوكوابا ماتا ايكيب ماتا كبيرة عندا دي كوتوم في الفوتبول التونيزيان الولانية في الترتيب وبرشا ليموني معتا بشي شد معتا ايكيب ترتو تبدأ ايكيب انتر قيمة معتا في الامكانيات ما عنداش امكانيات وهي الولانية في الشامبيونات وتلعب اول ماتش كنتر غفصة في غفصة ومبعد تلعب كنتر لكلوب افريكان وبعد تلعب كنتر السي اس اس دنك ستان ديفي قلت بوكوابا مشيت معتا لقيت معتا حفاوة كبيرة لقيت جروب معتا اليوم وجين وكيما قولوا فيها ثنين الركبة وبديننا نخدمو جبنا فوز معتا في تيران معتا صعيب قفصة معتا من القريق قفصة ليها معتا مش كيمة قفصة قبل ما يتقعد ديمال دي بلاسمون وقفصة معتا صعيب ياسر من بعد عملنا نيو الكنتر ضد النادي افريقي تقلبت الدنيا معتا زد النادي افريقي لعبنا معتا ماتش بنسبة ليانا معتا بشيت الناس كل المحترم محترم جدا ضد فريق كما قلت وقلت سابقا معتا فني اخسرنا معتا جزني قاطا ما لعبنا ضد فريق معتا لوميو معتا الاكثر فريق جاهز في البطولة التونسية عليش تقلبت الدنيا على خاطر ماتا نيو الكنتر لكيب افريقا معتا لما حبو يربحك حبو يربح ماتا 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 بليك شي خاطر لكيب لعبت اغلب فترات الماتش ناقص ليه تنجم تكون ما ممتجم تكون تنجم كما مالي الحاجة اللي تزيدك معتا بعد اللي انت مش تلعب كونتر السفيقس نادي السفيقس اه نيس كلت استنى في الماتش متاع ضد بيجة بشتعمل ديكليك معتا بتاع تروة بوان متاع وترجع عملنا ما تشم تكتيكين محترم محترم جدا ااااااااااااااااااااااااااااا aprovech enzo i tomada هو سمي لي، يعني نہم. على ر معنا، معنا التنميقم والطرير، معنا حتى لديك غضة في تقلقت في التنميق كيفيش تقلقت؟ يأتي كاذا؟ أصدقني نعم، 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 نحط على المشارتين،، نحط إخاته ونحبه ادراك مشواهرة، ونحبه الوقت، كنت شعر جيس بالضبط يا سيد الجيرجيس معنا هي أوراك، كذلك فقط أقبل أن تذهب إلى الجيرجيس من السؤال الى هنا، الذي أأتي بشارك بصراحة تحس معناها تلقائية معناها سوبرتاريات متعاصبين يحبوك الفوز وإلا لا ما تزوزي لا مش مش تلقائية صراحة المعطة صراحة مات مش تلقائية ومعطة ومبعد ما كتعرف ما تاخد ديسيزيون تقعو التعمل دير يكولو ديو ومكتعو ولد الحلال وولد الحرام كيف كي يفمني ديك معطة لزان فرماسيون هي مايش تلقائية اللي غلط العبية ديامن هل كنت تفهم أبجيكتيف بتاع الشمبينات في بيجا؟ خليفهمو ماليوم مش نولي ساير حتى كين خسرت ماتش يا برشلون هاليوم خسرت مهم السؤيل الوبجيكيف قبلة تمشي شنو رحكيتو مع الإدارة هنا معطة الوبجيكتيف بتاع الإدارة معطة الكوب كمالعادة معطة ذاك الكوب ونا عملو مرتبة مش شرفة وأكثر حاجة وميحب بيوع جواريت معطة فهمت؟ صحيت ما موقرج وضع خاطر العبيد ولا تحلم جماهير مولمبي البيجي ولا تحلم ماروين ديجي تزد في الضبط مشكلة في المولمبي البيجي لما عندهم ش آآ أهاتشي ديبريس ولا متاع واحد مات الرسبونساب متاع كومنيكاسيون بشي وضح الاهداف لانو عالي حبيت ولا كرهات شوف المولمبي البيجي آآ مار بفترات معطة سنة شفتو معطة أربع تاشن جوار يترانيو من اللوم فماش ممنوع من الانتدابات صارت القطعة معطة صارت المشيوا الاستاجوا مبعض بطلو إلا ما بيعو لدو جوار للسي اس اس مش نجمو ممنعو من الانتدابات ما عملوش إليه ماتان نسيف كي اخذيها الإكيبة اخذيها كي انتجوه إسفور ماتان جوارت فمتعم نعمل بعد دودنكو في الأن في 20 سبتنبر كمسكوم بسا جابولو 20 جوار أخرين فمتني جابولو 20 جوار أخرين شنو هو منين نجا العشرين جوارين العشرين تديا بسرح ايس عشرين فا برس كك عشرين